من جانب آخر اتفق خمسة أعضاء من لجنة الأمن والدفاع النيابية على إعفاء النائب حاكم الزامل من رئاسة اللجنة كما قرر الأعضاء في اجتماع لهم استدعاء مسؤول حماية المنطقة الخضراء السابق وضباطه للاستماع إلى شهاداتهم فيما يخص انسحابهم من البرلمان لحظة دخول المتظاهرين إليه موضحين أن إعفاء النائب الزامل من رئاسة اللجنة جاء لكونه المسؤول المباشر عن حماية مجلس النواب وهو الذي أعطى الأوامر لقوات المكلفة بحماية مبنى البرلمان بالانسحاب